نحية قواتنا المسلحة الباسلة ذكرى عيد الشهداء الذين ضحوا بارواحهم الطاهرة فداء لعزة الوطن وكرامته توقف القادة عند يوم السادس من ايار ورمزيته في التاريخ العربي الزاخر بالمحطات المضيئة المشرقة لشعب نابي لم يقبل قيد العبودية والظلم ولم يهادن محتلا او مستعمرا يوما وظل على الدوام مقاوما يستعذب الشهادة في سبيل الدفاع عن ارضه مقدما قوافل الشهداء بدءا بالاحرار المثقفين والوطنيين الذين عانقوا اعواد المشانق في صبيحة السادس من ايار عام 1916 وصولا الى يومنا هذا اذ تتسابق مدن سورية واريافها في تقديم الشهداء من ابناء الوطن قرابين عزة وفخار دفاعا عن سيادة سوريا واستقرارها ولتسطر قصص البطولات وحكايا المجد في ضمير الامة العربية كما نوه القادة الى الرعاية والاهتمام الكبيرين الذين يوليهما السيد الرئيس الفريق بشار الاسد لذوي الشهداء عبر متابعته المستمرة لشؤونهم وحرصه الدائم على تعزيز قيم الشهادة ومعانيها واكد القادة ان سوريا استطاعت بصمود شعبها وبسالة جيشها وحكمة قائدها ان تسقط حلقات المؤامرة الواحدة والاخرى ففي كل يوم يمر يسجل فيه بواسل جيشنا انتصارات جديدة في ملاحقة فلول الارهابيين المأجورين وعاهد القادة في نهاية كلماتهم سوريا شعبا وقيادة على ان تبقى ذكر الشهداء حافزا نحو الاستعداد الدائم لمواجهة شتى الاحتمالات والتصدي لكل من تسول له نفسه العبثة بدماء السوريين او النيل من مواقف سوريا المبدئية والسابتة او الاساءة لسمعتها كما قام قادة المناطق العسكرية بزيارة مثاو الشهداء ووضعوا اكاليل من الزهور عليها وقرأوا الفاتحة على ارواحهم الطاهرة كما زاروا جرح الجيش والقوات المسلحة في المشافي العسكرية وقدموا لهم الهدايا الرمزية وتمنوا لهم الشفاء العاجل اشتركوا في القناة